اشتركوا في القناة وأي مكان يقع فيه الظلم يظهر فيه الفساد فساد الأرض فساد السماوات فساد الخيرات بل تفقد الأرض بركتها إذا وقع الظلم والله عز وجل لا يغيب عنه شيء جل وعلا ولا تخفى عنه خافية هو يعلم يعلم عن ظلم الظالمين يمهلهم جل وعلا بل في بعض الأحيان يمدهم جل وعلا إذا رأيت الظالم في ظلمه وغيه والله عز وجل يمده فاعلم أن ما هو استدراج إن الله عز وجل ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما هي أيام وإنما هي سنون ثم يكون الجزاء وإذا ظلم الظالم في قرية أو في بلد أو في مجتمع فإن الناس مع ظلمه أنواع فمنهم من يقف أمام ظلمه يمكر عليه ويحاول منعه وهذا خير الناس عند الله جل وعلا فالكل سيأخذ بالعقاب إن سكت الناس عن هذا الظالم يسجن بلا مبرر يعذب الأبرياء يسلب حقوق الناس والناس يسكتون فإن العقوبة ستعمهم جميعا فالقرية ستصبح كلها ظالمة وجزء آخر من الناس ساكتون ساكتون راضون فهم في الإثم سواء وجزء آخر من الناس والعياذ بالله مؤيدون وهؤلاء هم مصيبة القوم الذين يطبلون للظالمين ويزينون لهم ظلمهم ويدعون أن ما تفعله أيها الظالم هو حق لك وأخطرهم بل وألعنهم من يبرر هذا الظلم باسم الدين فهذا والعياذ بالله الذي باع دينه واشترى به ثمنا قليلا فأي دين في الأرض يبرر الظلم لكنهم أتعس الناس بل أتعس حتى من الظالم نفسه من يبرر الظلم بالدين ربما تتحسر نفوسنا وتدمع أعيننا وتتقطع قلوبنا عندما نرى إخواننا في الشام يقتلون أو في فلسطين يذبحون أو في العراق يهجرون أو في أفغانستان يقنصون أو في غيرها من بلاد الأرض كم تقطعت قلوبنا وكم تأسفت نفوس أهل الإيمان فقط أنا لا أتكلم عن غير أهل الإيمان أتكلم عن من ينتمي لهذه الأمة الذي يهتم لأمرها أنا أتكلم عن هذه النفوس التي تحسرت وتقطعت وتأسفت وعملت كل ما في يديها وجعلت إلى الله المشتكى لهؤلاء الناس أقول لهم اصبروا فإن العاقبة للمتقين وأن العدوان سيكون على الظالمين وأن الله عز وجل سيري الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون حتى لو كان ممن يتسمى بأهل الإيمان وليس منهم ماذا فعل الله عز وجل بملوك الأندلس كم ظلموا كم أفسدوا كم سلبوا ظلما كم قتلوا وأسروا بريئا ماذا صنع الله عز وجل بهم كلهم قتلوا وأسر منهم من أسر وسجن من سجن سألت ابنة أحدهم أباها يا أبتي كنا في عز وملك ما الذي حصل لنا لما الآن نباع ونشترى لما الآن نحن أثل الخلق انظر كيف رد عليها قال يا بني يا بني إنها دعوة مظلوم سرت في جوف ليل إنها دعوة مظلوم سرت في جوف ليل ليس بينها وبين الله حجاب ونبشر كل ظالم على وجه الأرض من من سجن أبرياء بلا تهمة بل إن بعض المساجين ربما تهمتهم الدعوة إلى الله ونصرة دين الله عز وجل أبشرهم بهذا اليوم هذا جزاء كل ظالم إن الظالم نهايته أليمة فاصبر يا عبد الله ولو بعد حين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الظلم أخطر وأعظم الذنوب على وجه الأرض وبالعدل تقوم السماوات والأرض ترجمة نانسي قنقر